واجتاهدتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الفقه ومع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا في حلقات مضت عن سجود السهو وقلنا إنه سجدتان يسجده ماء المصلي في آخر صلاته لجبر الخلل والنقص فيها وذكرنا أن أسباب سجود السهو ثلاثة أولاً الزيادة في الصلاة ثانياً النقص منها ثالثاً الشك في الزيادة والنقصان وقلنا إن الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع كما لو شك في عدد الركعات أو السجدات وأن الشك لا يخلو في الصلاة من حالين الأول أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده سواء كان الأقل أم الأكثر ويتم عليه صلاة ويسجد للسهو بعد التسليم الثاني ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل التسليم إذن إذا ترجح بعد التسليم وإذا لم يترجح السجود السهو قبل التسليم وبهذا نكون قد انتهينا من أسباب سجود السهو الأسباب ثم بدأ المصنف بالحديث عن موضع سجود السهو فقال رحمه الله تعالى وله أن يسجد قبل السلام أو بعده وقد اختلف العلماء في موضع سجود السهو هل يكون قبل السلام أو بعده فاختار المصنف رحمه الله الشيخ السعدي أن المصلي يخير فله السجود قبل التسليم وله السجود بعده وذلك لأن الأحاديث وردت بالأمرين ما هي أقوال العلماء في موضع سجود السهو ذاب بعضهم كالشافعية إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام في جميع الأحوال وذلك لأن سجود السهو جزء من الصلاة فجعلوا قبل التسليم ما دام جزء من الصلاة ذاب آخرون الحنفية إلى أنه بعد السلام مطلقا وعند مالك رحمه الله يكون قبل السلام إذا كان نقص وبعد السلام إذا كان عن زيادة المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه قبل السلام إلا ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام فإنه يسجد بعده فإذا سجود السهو جزء من الصلاة وكل أجزاء الصلاة تفعل قبل التسليم والتسليم آخرها فلعل الأقرب أن يقال الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام إلا فيما ثبت بالدليل أنه بعد السلام وما ثبت خراصته كالتالي إذا كان السهو عن نقص جاء السجود قبل السلام في الأدلة وإذا كان عن زيادة جاء السجود بعد السلام في الأدلة وإذا كان عن شك تحر الصواب فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد وسجد بعد السلام إذا في غلبة ظن متى يكون السجود بعد السلام وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام وهذا رواية عن إمام أحمد اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذن يكون السجود في موضعين قبل السلام وفي موضعين بعد السلام النقص والشك الذي لا ترجيح فيه قبل السلام والزيادة والشك الذي فيه ترجيح بعد السلام وبهذا القول تجتمع الأدلة الخلاصة مرة أخرى إذا كان فيه نقص كما نسي التشاهد الأول وقام أو شك ولم يترجح لديه شيء فالسجود متى قبل السلام إذا كان فيه زيادة وشك أو شك ترجح فيه شيء لدى المصلي سجد بعد السلام بهذا تجتمع الأدلة فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام جبرا للنقص حين ترك التشاهد الأول كما في حديث عبد الله بن بحينة وسجد بعد السلام حين زاد في الصلاة ركعة خامسة كما في حديث عبد الله بن مسعود وسجد بعد السلام أيضا لما زاد سلاما بعد الثانية في صلاة الظهر كما في قصة ذي اليدين وأمر بالسجود قبل السلام عند الشك إذا لم يترجح للمصلي شيء من على اليقين وهو الأقل وهو في حديث كما جاء في حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم إذن إذا كان هناك غربة ظن فالسجود بعد السلام كما جاء في حديث بن مسعود إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين فسجود البناء على اليقين قبل السلام وسجود البناء على غالب الظن بعده وشيخ السلام تيمي رحمه الله قال هذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل جميع الأحاديث أو يستعمل فيه جميع الأحاديث لا يترك منها حديث وكذلك اختارهم معاصرين الشيخ بن عثيمي رحمه الله وقال خلاصة ما سبق وخلاصة ما سبق يكون السجود قبل السلام في موضعين إذا كان عن نقص أو شك لم يترجح فيه شيء سجود سهو بعد السلام في موضعين إذا كان عن زيادة أو شك ترجح فيه شيء لماذا يسجد للزيادة بعد السلام لأن سجود السهو زيادة أيضا فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام لألا يجتمع في الصلاة زيادة هذا الجواب لو واحد قال يعني سجود السهو للزيادة ليش بعد السلام طيب سجود للنقص قبل السلام لأن الصلاة نقصت بسبب هذا الترك فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم لجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة والحكمة هذه اجتهاد أهل العلم اجتهاد أهل العلم ينظرون فيه للأصل نحن على الدليل ما ورد فيه الدليل قبل سجدنا قبل ما ورد فيه الدليل بعد سجد بعد قال بعضهم في الحكمة من جعل بعض سجود السهو قبل وبعضه بعد السلام قال شيخ الإسلام إذا كان عن نقص كترك التشاهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة وإذا كان عن زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين الزيادتين فيكون سجود السهو بعد السلام ولأنه إرغام للشيطان بمنزلة شيء مستقل فإن نبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة وإذا شك وتحر فإنه يتم صلاته وتكون السجدتين لترغيم الشيطان فتكونان بعد السلام بقي لدينا بعض المسائل المتعلقة بسجود السهو منها هل يسجد المصلي للسهو في النافلة الجواب يشرع سجود السهو في صلاة النافلة كما يشرع في صلاة الفريضة المكتوبة سواء بسواء إذا وجد سببه لعمو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسد سجدتين رواه مسلم ولأن جبر الصلاة وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفريضة وبن قدام رحمه الله ذكر أن حكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا طيب ماذا عن سجود السهو في صلاة الجنازة صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود قال ابن قدام رحمه الله ولا يشرع السجود السهو في صلاة الجنازة ولا في سجود تلاوة ولا في سجود سهو نص علي أحمد وقال إسحاق هو إجماع وصلاة الجنازة ليس فيها سجود أصلا فكيف تجبر بسجود إذن صلاة الجنازة لو حصل فيها سهو فلا سجود للسهو فيها طيب لو واحد سهى في سجود السهو يعني واحد مثلا بين السجدي السهو شك هذه السجدة الأولى ولا الثانية للسهو خلص يسجد السجدة الثانية يسجد السجدة الأخرى ولا سجود للسهو إذا سهى في سجود السهو إذن إذا سهى في سجود التلاوة وإذا سهى في سجود السهو فلا سجود للسهو من أجل ذلك ثم هذا يفتح باب الوسوس ويلا سجود سهو لسجود السهو وسجود سهو لسجود السهو تبع سجود السهو وهكذا طيب يعني ماذا نفعل في سجود السهو من جهة الانتقال يعني ننتقل إلى سجود السهو سجودا ورفعا وسجودا ورفعا بأي شيء بالتكبير كما هي العادة في تكبيرات الانتقال في الصلاة فيكبر كما في سجود الصلاة ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع وقد جاء في قصة ذليدين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع اتفق عليه وهذا محل اجمع بين اهل العلم طيب الآن لو سجود السهو الذي بعد السلام كيف يفعل به الجواب يكبر بعد ما يسلم تسليمتين يكبر ويسجد للسهو ويرفع بالتكبير ويسجد بالتكبير ويرفع بالتكبير ويسلم ولذلك فإن سجود السهو هذا تابع للصلاة طيب لو يعني واحد قال الآن سجود السهو الذي بعد السلام ما شأن التسليمتين الأولئين وهل هناك تسليمتاني بعد سجود السهو الذي بعد السلام يعني يصير أربع تسليمات تسليمتين ثم سجدتين تسليمتاني ثم سجدتاني ثم تسليمتان الجواب نعم إذا كان سجود السهو بعد السلام فيشرع له سلام آخر بعده ويؤيد ذلك رواية عمران بن حسين لحديث اليدين حيث قال ثم سلم ثم سجد سجدتيني ثم سلم لاحظوا أيها الإخوة والأخوات رواية عمران بن حسين لحديث اليدين في صائح مسلم ثم سلم ثم سجد سجدتيني ثم سلم رواه مسلم وجاء في حديث المسعود عند البخاري المسلم لما صلى عليه الصلاة والسلام خمس ركعات وأخبر بذلك بعد السلام قال المسعود فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتيني ثم سلم إذا كم تسليم صار عندنا في السجود السجود السهو بعد السلام أربعة طيب وأي التسليمات التي تنتهي بها الصلاة آخر ثنتين إذا أول ثنتين لا تنتهي بهما الصلاة لسه فيه سجود سهو طيب لو واحد قال سجود السهو الذي بعد السلام فيه تشاهد ولا يسلم مباشرة واحد زاد في الصلاة وقلنا له سجود السهو بعد السلام وتسلم مرة أخرى يقول طيب هذا سجود السهو لبعد السلام فيه تشاهد آخر الجواب لا لا يتشهد فيه عند عامة أهل العلم كما ذكر البغوي رحمه الله والحافظة من حجر أما هذا طبعا بالنسبة لسجود السهو إذا كان قبل السلام ما فيه تشاهد طيب سجود السهو الذي بعد السلام فيه خلاف إذن مرة أخرى سجود السهو الذي قبل السلام فيه بعد التشاهد الجواب لا فإنه جلس للتشاهد وسجد سجدتي السهو ثم سلم انتهينا طيب سجود السهو الذي بعد السلام هل فيه تشاهد الجواب هناك من العلماء من قال فيه تشاهد طيب ما هو دليلهم استدلوا بما رواه إذن يا إخوان تصحيحا لكلامنا السابق قبل قليل عامة أهل العلم قالوا لا تشاهد لسجود السهو الذي قبل السلام لا تشاهد بعد سجدتي السهو إذا كانت قبل السلام خرص التشاهد واحد ويسجد سجدتي السهو ويسلم طيب ماذا إذا كانت طيب وعلى هذا عامة أهل العلم كما نقلنا عن البغوي في شرح السنة وبن حجر رحيم الله في فتح الباري طيب إذا كانت سجدتي السهو بعد السلام فهل بعدهما تشاهد نعم هناك من العلماء من قال بعدهما تشاهد واستدلوا بما روى أبو داود والتنمذي في قصة ذي اليدين من رواية من رواية عمران بن حسين وجاء فيه سجد السجدتين ثم تشاهد ثم سلم وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتشاهد بعد سجود السهو لو كان بعد السلام وهذا مذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام من تيمية ومن المعاصرين اختيار علماء اللجنة الدائمة قالوا لأنه ثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في سجود السهو من قوله وفعله وليس في شيء من أحاديث صحيح أنه تشاهد بعد سجدتي السهو أو أمر بذلك طيب بماذا أجاب هؤلاء عن حديث رواية عمران بن حسين السابقة أنه تشاهد في سجدتي السهو بعد السلام قالوا هذه السيادة شاذة وقد حكم بشذوذها جماعة من الحفاظ كالإمام الذهلي والبيهقي وبن عبدالبر وأبو الرجب والحافظ العلائي وبن حجر وغيرهم والنووي رحمه الله قال عن التشهد بعد سجود السهو لم يصح فيه عن نبي صلى الله عليه وسلم شيء وشيخ الإسلام من تيمية قال وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقى بالقبول أنه يتشهد بعد السجود بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل ولو كان حصل كان حفظ ونقل وضبط وتوافرت الهمم والدواعي على ذكره ولذلك الراجح ما فيه ما فيه تشهد بعد السجدتين السهو سواء كانت قبل السلام أو بعد السلام إذن انتهينا من هذا الموضوع لا تشهد بعد سجدتين السهو سواء كانت قبل السلام أو بعد السلام طيب الآن هنا مسألة لو واحد تكرر السهو منه في الصلاة يعني سهى أكثر من مرة مثلا نسي سبحان ربي العظيم في الركوع نسي سبحان ربي الأعلى في السجود نسي التشهد الأول طيب وقد يكون نقص وزاد يعني يمكن ينقص التشهد الأول ويقوم للثالثة ثم يقوم للخامسة يعني يجتمع عنده نقص زيادة الشاهد الآن المسألة ما هي إذا تكرر السهو في الصلاة تكرر السهو أحيانا الإمام لخبط وينسى يعني يسجد سجد ثالثة يقول سبحان الله هو مثلا لازم يقوم فرح سجد سجد ثالثة قالوا سبحان الله فجلس قالوا سبحان الله فقام المهم قد يحدث أحيانا في الصلاة الطراب ويصير أكثر من خطأ ليس خطأ واحد يصير أكثر من خطأ فهل تكفي سجدتان للسهو يعني سجود سهو مرة واحدة الجواب نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول نسيانا والجلوس له ولم يسجد إلا السجدتين فقط كما في حديث عبد الله بن بحينا والإمام بن دقيق العيد رحمه الله علق على ذلك قال فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو وابن قدام رحمه الله قال إذا سهى سهوين سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع لا نعلم أحدا خالف فيه قال ابن قدام وإن كان السهو من جنسين فكذلك وهو قول أكثر أهل العلم يعني مثلا قد يكون قد يكون السهو نسيان تكبيرة انتقال نسيان تسبيح في تسبيح في الركوع أو السجود نسيان التشاهد الأول قيام إلى ركعة خامسة ونحو ذلك طيب فقد يكون السهو من جنس واحد وقد يكون من جنسين قد يكون بنقص قد يكون بزيادة يكفيه سجدتان للسهو في كل ما حصل في الصلاة من أخطاء ولو سأل واحد قال أنتم ذكرتم أن سجود السهو للنقص متى قبل السلام وسجود السهو للزيادة متى بعد السلام فلو في لو أن إماما نسي التشاهد الأول وقام للثالث وبدأ في الفاتحة أنتم تقولون له ما يرجع لازم يكمل ما يرجع خراص بدأ بالركن بدأ بالفاتحة وتقولون عليه سجود سهوب قبل السلام هذا الإمام نفسه في نفس الصلاة قام إلى الركع الخامسة فصار عنده نقص وزيادة وأنتم تقولون النقص قبل التسليم سجوده والزيادة بعد التسليم فماذا يفعل هذا الآن وأنتم تقولون أنه لو كان هناك أكثر من خطأ السجود سهو واحد فماذا يفعل الآن هو مخير قبل أو بعد لكن بعض العلماء غلب قبل لماذا قالوا لأنه هو الأصل أن سجود السهو قبل التسليم جزء من الصلاة فغلبوا ما قبل السلام طيب ماذا يقول المصلي في سجد السهو وماذا يقول بينهما لم يرد تخصيص السجد السهو بذكر معين وبناء عليه فإن حكمهما حكم سجود الصلاة ويقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى والدعاء لو أراد يدعو واحد في سجود السهو لا مانع طيب بين السجد السهو ماذا يقول ربي اغفر لي خرص إذن سجدتها السهو مثل سجود الصلاة تماما تكبيرات الانتقال وسبحان ربي الأعلى ورب يغفر لي بين السجدتين وهكذا لكن لا نقبل اختراعات لو قال واحد لا لا قل سبحان من لا ينام ولا يسهو ولا ايش الدليل ما في دليل لا دليل على ذلك ولا يجوز لنا أن نخترع في أذكار الصلاة هذا إذن ما يتعلق بأحكام سجود السهو نسأل الله الفقه في الدين أيها الإخوة والأخوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا ويحسن خاتمتنا